بعد حالة من الجمود طغط على المشهد السياسي السوداني أعلنت قوى الحرية والتغيير عن استئناف المحادثات بينها والمجلس العسكري الانتقالي بشأن الانتقال السياسي انطلاقا من اليوم الاثنين بيان قوى التغيير أشار إلى أنها رصدت النقاط الخلافية واقترحت التوصل إلى حلها خلال 72 ساعة اعتبارا من بدء المحادثات مصادر العربية أفادت بأن الاجتماع المقرر عقده اليوم سيشهد مناقشة صلاحيات مجلس السيادة والحكومة والمجلس التشريعي وأن اجتماعا سيعقد يوم غد الثلاثاء لمناقشة مدة الفترة الانتقالية وآخر الأربعاء لمناقشة نسب تمثيل المدنيين والعسكريين في مجلس السيادة بالإضافة لحسم رئاسة المجلس تحالف قوى الحرية والتغيير قال إنه نقل موقفه التفاوضي للمجلس العسكري مشددا على أن الأوضاع في البلاد تتطلب عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وإزالة أسباب الأزمة وبالتزامن دعا تجمع المهنيين المنضوي تحت مظلة قوى الحرية والتغيير إلى تسيير مواكب وتنظيم فعاليات تحت مسمى التصعيد الثورية وذلك لتحقيق مطالبه المتمثلة في نقل السلطة لحكومة مدنية من جهته جدد المجلس العسكري نفيه أي نية لفضل الاعتصام بالقوة مشددا على حسم أي تفلتات تحدث خارج منطقة الاعتصام رافضا أي عرقلة لحركة وتنقل المواطنين وخصوصا في شارع النيل البعيد عن موقع الاعتصام أحمد الهادي العربية ترجمة نانسي قنقر